اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نجوم الفن للحقيقة اليوم ضيفنا نجم بكل معنى الكلمة نجم جميل جدا وسيم المظهر وسيم بداخله بقلبه بعقليته بطريقة تفكيره وبإبداعه وبرقيه فادي إبراهيم كيفك؟ لو بدأ احكي عنك هالثلاثين سنة ما بيترجموا بكلمتان ثلاثين صاروا؟ ما بعرف شوفي أنا مش مسترجي يقول الرقم الأرقام بالنسبة لي ما كتير إلى معنى هي الحالي والآن بالنسبة لي هلأ هي الحقيقة هلأ يا دين أنا وياك يا هلأ عم ايه بس ذكريات عمنا بها ايه بس في ذكريات بس اللي بيعنيني هو هلأ وقت الحال هلأ هي حقيقة فادي الناس مفتكرين أنه أنت أعزب أو تارك مرتك أو شي خبرهم أنه بتكتير بتحبها لمرتك وبتغار عليك وبتغار عليها حتى بهال عمر عمرك عشرين يعني بس أنه حتى ايه وعندك صبي وبنت كتير خلميني عشرين بلاس صبي هلأ دارس عالم نفس بسيكياتر يعني عمر عامل عالم نفس وهلأ رأي كتير رح نعوذه بلبنان ايه 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 خريج الجامعة الأمريكية عمر أنجلو عمر أنجلو وطالع هلأ يكمل بألمانيا بإذن الله بديكمل للبي اتش دي هنا بإختصاص اللي إلو علاقة بالنيرو ساينس اللي هو علم الأعصاب أوكي ويرجع لنا لأن كلنا رح يصير معنا مرض الأعصاب من ورا ها السلطة هلأ بهيدا الزمن ايه بيتهيق لي واصلين لهيدا الهاي المرحلة نحنا وبنتك تخصصت جرافيك ديزاين بنتي جرافيك ديزاينر خريجة الـ الـ ايو من زمان ايو كنا عجابة بالبيت يعني مرت وانا وولادي منعيش حياة عائلية لكن عزوبية ايه فيها فيها الفرح وفيها السعادة وفيها المشاكل طبعا مثل كل الناس يعني مش إنه مش إنه عم ميز إنه نحنا غير لا مثلنا مثل كل حدا منكن اللي عم بيحضرنا مثل يعني إنه طبيعي نحنا من ننتمي إلى بني الإنسان تتذكر كانتك مسرحية اسم الإنسان اي عندي وهلأ رح أرجع نشطة اللي هي لما صرت إنسان هاي دا العنوان لما صرت إنسان كانت التكنولوجيا شوية مأخرتني عنها لأنه كان بدي التكنولوجيا اللي إلي علاقة بالهولوجرام لأنه هي المسرحية لوحدة على المسرح مونولوج ما فيه يقول مونولوج فيه يقول قصة حياة كاملة بتبلش من الآخر وبتصير تصغر طيب فادي أنا أول قسم ختمته كنت عم بتقلي شو حلوي غنيت وديع الصافي نعم فيه نيس بيعرفوا نيس ما بيعرفوا إنه أنت بتغني هلا أنا أنا بدندق مش إنه بغني هلا عندي الأسس عندي الأسس لأنه المرحوم الوالد بعثنا كلنا أنا وإخواتي على الكونسرفاتور الموسيقى مش بس بيحب الفن الموسيقى والرياضة وبهديك الأيام كانت الرياضة كانت تنش أنا تعلمت التنش بملعب اللي هو ملعب الايو بي تابع للسيدر جات للميدل إيست بوقتها متى شو تخصاصت حيات موسيقى أوكي أنت عندك اختصاص بالمكياج هاو بعدين أوكي بالمكياجات لأنه بس نقول مش المكياج الأرتيستيك المكياج اللي بغير الأرتشك يعني بالكاركتر ميكوب بالأرتشك يعني اللي هو منقله الكلمة التقنية تبعيته بروستاتيك ميكوب يعني فيك تعملني هلا قصبية 15 فيني أعملك شو ما بديك كليوباترا شو ما بديك أوكي كله بيزبط لازم تعملني شنو إذا نعطيه وقت الخبرية لا فينا نوصل لمراحل بالمكياج اسمه مكياج أصلا بعدك همتشتغل الشغلة مرات قليلة لأنه الأعمال الفنية اللي عم نشتغلها مش كتير بتطلب هالنوع من المكياجات اللي أنا تخصصت فيها اختصاصي كان لأنه أول شي في عندي عم الله يرحمه عمي الكبير كان رسام المرحوم بابا كان عنده جائزة الجائزة الأولى في فن الخطابة شو حلو وهو دي اكتشفتهم من بعد ما توفى البابا يعني طبعا عمي كنت عارف إنه رسام من الأساس لكن الرسم كان عندي موجود من أنا وشغير يعني اخذ فن الخطابة فن الإلقاء من بيك واخذ فن الرسم من عمك وعندي جد كان حدا رجل مليء بالفكر والفلسفة اللي إلهم علاقة مباشرة بالحياة المستقيمة أوكي فا يعني ستنساج حكيم ايه يعني ايه ايه بقدر اسمح لحالي قول هيك مع إنه اللي انكتب على على الضريح تابعه كلمة أكبر من هيك المعلم حنى إبراين شو حلو اه شو حلو شو كبيري وبعدها وراحت شفتها مش من زمان وانت بتني حالة مش طبيعية يعني شو صار لك؟ ما بعرف شو صار لي فرطت فجأة دم خفت من الموت خفت من الموت خفت من الموت جدي وبيي وعمي كلهم بهايدي الشقفة ونعرض علي إنه بيعا رحت بيعا شو؟ لا أكيد لا شفت نهاية الإنسان شو أوقيت؟ هيدا الملك الوحيد اللي عندي إياه عالأرض شفت حياة الإنسان كيف تنتهي؟ ايه يعني بتخوفك؟ شفت كيف بتبلش؟ بتخوفك الآخرة؟ شفت لا بالعكس ما هي لو ما فيه آخرة ما فيه بداية بداية لشو؟ لكل شيء لحياة تانية؟ لأيامي؟ بداية لا حالة من الفهم والاستيعاب لأنه إذا كان عندنا نحنا كإنسان عبي حكي القدرة على استيعاب حالة الكون كله كنا منكون غير هلأ ما منكون عم نتحارب عم نقتل بعضنا عم نسرق بعضنا عم ناكل عم ننهش بعضنا عايب يعني إنه لا مش هيك ربينا أصلا إنه الحياة رائعة وفيها سعادة وفيها حلاوة بس مش عم نعيشها السعادة ما عشناها أصلا ما عشناها ويمكن مش عيامنا ويمكن ما رح يعيشوا أولادنا منوصل لدرجة إنه إليسة بدا تتوسط لجابريالي مين تايخد الفاكسان؟ عايب عايب يعني إنه وما بتعموه لا عايب عايب جابريال يعني أنا عرفت هلا مؤخرا قال ليش فيه إنه كان كمان إنه الوضع صحي مش كتير منيح أوكي ومعتوا اللقاء وشاغلين مع بعضنا اشتغلنا بفرنسا عرضنا بـ 72 مدينة مسرحية أيها وقتا بشو بالفرنسيوي؟ شي بالفرنسيوي كان في عندي أنا جمل بالعربي اللي كان ينزل بالفرنسيوي السوتي تراج بالعربي وبالفرنسيوي للعربي كانت مسيحية فرنكوفونية إخد الجهاز الأولى قال ليرحموا المخرج نبي الأذن اللي عملها اللي يعربها هي الكاتبة هي مبارات أصلا نرجع شوية من الأول كانت بين مجموعة كتاب فرنكوفونيين إجوا على لبنان كانت المبارات بيقعدوا شهر هوني بيختبروا الحياة وبيكتبوا عن تجربتهم فالكاتب يكررون الثراشات الله واجه للخير كبك واجي من الكبك من كندا تكتب هذا العمل اللي هو عقد هلان عن كلية عقد اللي هي بتوصفه مثل الغيمة حول العنق اللي هي بالآخر غيمة حول الفكر مش عم نشوف لقدام بشكل واضح نغشي الرؤية عند الإنسان لوان واصلين لا تعوا تفرجوا على وكر النحل أو وكر النمل خلينا نتعلم أولا من الحشرات بعدين نجع نتعلم من تاريخنا المليك من ضبطين عنا تاريخ بيلفع الراس وين هو ايه بس بدي إيلك شغلة انه هني من ضبطين بس اللي بيحكمون عادل مع انه بالنحل كلهم بيخدموا الملكة ايه بيردوا وراها والملكة ما بتشتغل شي وبيموتوا عالطري بيموتوا عالطري الملكة ما بتشتغل شي طيب يعني لا ما بدنا نتعلم كل شي كل شي بس نتعلم كيف هني ترافايير كيف يشتغلوا كل الوقت وهذا حتى أنتوان و لطيفة ملتأة طرحوا الصوت انه بدون لقاح وما حدا لقاحون وما حدا إجل عندن قال لننحنا مستعدين انتو كبرتم بالعمر انتو عطيتو كتير للمسرح اللبناني انتو عطيتو كتير للفن نحان مستعدين نقدم لكم لقاح بالوقت اللي أكيد أخدوا اللقاح للنواب عمجلس النواب والاو يعني الإاخر منحس انه نحنا الحكم لقح الشعب كله لا احو هديك التلقيحة عايب لا احو انبطاعها الارض تيكسحين نحنا هي ده الاسف الشديد هيتا نحكي شوي عن ادوارك اخر ادوارك تعملوا هلأ عشرين عشرين نعم طب بدي اسألك سؤال اكيد واحد ما بيسأل غير سؤال ليش دايما وقت تاخد دور الشرير من حبك بتكون مهضوم يعني مثلا بيسركن دور الشرير اللي بده يقتل وبده يوصل وهيك نت مهضوم مثلا هلأ دور الشرير نتعاطف معه انه بذات الوقت عم بيهرب مخدرات وبذات الوقت نتعاطفين معه يعني هل مفروض ان نكرهوا يعني ايه لا نحن يزم نكرهوا لتجي المخدرات ايه هلأ يمكن لانه زارع بنفوس الناس بخلال هالسنين هايدي هاي المحبة والتقدير وبيعرفوا انه انا مش هيك يعني انه عم بلعب شخصية هلأ بيعيشوها بلحظاتها لكن بيقدروها برات الحلقات طيب في منه ما بيقدروها برات الحلقات مثلا مثل عالم نايمني بيكرهوا نايس بيخلو ايه بيكرهول لانه كثير ما استرفينه ايجوا ورا بعضهم ادواره ايه لا علي ايجوا ورا بعضهم شخصية كثير مئزية هم مئزية بشكل مباشر يعني فهي الناس كان عنده اش مئزاز من حرام علي يعني اطلع اخي مدع التليميزيون صار يبرر اذا انا لا صحب مع بيفيان انتونيوس وصحب معنا فهدي هلأ رصيف الغربة يلي عم بياخد كمان ريتنج عالي ورويج كتير كبير اول شي بما انه انت بتعم ميك أب ارتيستيكي اللي حكينا عنه ليش ما عملتله انت القناع اللي شلوحي ما عندي وقت كان لانه اه طب انت ادول القدمة انت شرق يكفي هلأ شوفي انت ادول هلأ في عدة اعتبارات اللي علاقة بهيدا الشي هم الميك أب اللي معمول ميك أب جيد جدا وبيوصف يعني موصل الحالي لكن مرات ضو غضاءة اه تبرزو شوي زيادة الزاوية اللي عم بتصور منا تبرزو شوي زيادة ممكن هنو عم بيعملولو الميك أب كمان الاضاءة كانت خيفتي شوي اولو نت في الميك أب على السات قوية الخبرية هلأ 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 اتغير بهول حلقات اللي عمت بيعمل على الأقل وصلنا لمكان انه طيب عنا هذه الصناع هي صناع وهذا فن دور الطيب الدرويش الفلاح بس اللي عنده عز وكرامة هلأ اخذ بالرصيف الغربة هيدا اللي منفتقد له هلأ بزمننا هيدا الحاضر ما بقى في منه ما في منه قليل قليل كتير مش بس منفتقد له ومنشتقله بدنا حدا هيك هيدا يمكن سبب من الأسباب اللي بتنجح هالنوع من الأعمال طب آآ فادي ما عنا هيدا النظافة اللي كانت بهديك الفترة الاحترام الرجال اللي عند كلمته وين الني واللي ربى ابنه على هالمباتئ ايه ما بقى يعني ليل يا رايت منرجع نقدر هيكي نعيشها ننعشها هيدا من ورا زيارة قبر جدك عملتها الدور هيدا هلا هيدا أسا في المعلم شوفي يعني لازم ما فينا ننسى مين نحنا ومنين نحنا ومن أي ظهر جينا لا انه مش جينا هيكي اعطيباطا على الحياة نحنا مش طمعنا من بنى إلا بي على دم وعلى وجع وعلى كلام وعلى شرف وعلى إباء وعلى كبرياء ومش على أنانية لا من بنينا أبدا على اللي عم نشوفه هلأ عن نرجسي على حب الذات تلقاد أنه كثير لا أحب عدوك كما توحب نفسك هيدا ما بتصير إلا بس بالأصاف فهدي إبراهيم بما أنه حلو يحلو الحديث معاك بدا نعمل قسم تالي تخليك قاعد معنا ويا أهلا وسهلا فيك بشكر كل إصغاءكم وكل متابعي برنامج نجوم الفن كم معاكن قدام الكاميرا هلأ المر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر